موسيقى كم بك كم بنتهم فى الادب و فن والرياضة نا لا باش تخصصك تب في الرياضة انت كنت اتلعبى يومسو انت ازغار كنت زلطن ؟ فى المنصورة فى الشيخ عايشة فى النبي يجان عايشة ياخدني فى قولت لا الثنان و العمة او كرة وخدت اييب ؟ خط بكورة خط بسنوة العامة عشان ناجي مصر لو قلت لعبت كورة قلت بزماني بيت في المنصورة فيش أستاذ زيونس نقدم نجوم بصحارة النار ده اتوضى لا اتوضى لعلي علي حميدة لولاكي بالفكرة علي حميدة انا مرة رفكت في الجيش راح الامرس الجيش هنا في المعاشقر وعليت ليت ليك اخ اسمه إبراهيم إبراهيم حميدة إبراهيم حميدة ده عميد عميد في الجيش مسمينه العميد لولاكي بالفكرة عميد في الجيش عملي وسطة يعني عملي وسطة يعني عمد لله وسط لولاكي علي حميدة بقى يقدم الفنمين إن أرغم معنا ملك الشاشة الأرساز فريد شوقي ومعنا النجم الكبير والمعروف منه نجم المهرجانات والجوائز الكبيرة من أستاذ نور الشريف يا أرميد اللي هو دايما منشرفنا برا أستاذي أستاذي نور الشريف أستاذي كل طبعاً لا قدر استيل ولاي؟ أيوا أيوا خلاص عملي باشاً تلاتة ميل أول حقيقة جميل ومعنا طبعاً الأستاذي البسيقار هاني مهني الأستاذي الكبير معروف طبعاً والأستاذ عماده بحليم المطرب حبيبنا وعن فكرة عماده بحليم كانت تلميزي أيام طبعاً لا أنا مش كبير للدرجاتي ما سواء كانت لا كبير للدرجاتي أيوا والأستاذ أكم فؤاد المطرب الحبيب بتاعنا ده ومطرب جابل تقريبه وسموك مطرب جابل مش كيف برضو؟ ملاش تقريباً دي؟ نهي هو صوت الجابل با صوت الجابل حقيقي أنا موجة صوته حقيقي والله ومعنا صوت جديد وتلميزي برضو ومعيد في مرحلة مسيقة عربية طارق فؤاد مش أخوار كان فؤاد على فكرة لا لا أخوناك وفان؟ مين نحيبدأ بقى؟ مش عارف مين فينا حيبدأ بالأسئلة؟ طبعاً لازم الملك هو الملك طبعاً أنا بس سعيد بالأعادة مع بعض والصحبة لأن فيها موسيقى وطرب كمسي الأستاذ نور العظيم لايمن شايفه بيأخذ خطوات عظيمة حقيقة يعني يعني أنا عاوز أقول لنور أو للفنانين كل ما بتدي الفن كل ما بتاخد منه أكتر كل ما تخلص له كله حقيما بتاخد منه أكتر فيه ناس بتاعتمد أنه بقى نجم وخلاص ويقف في الحتة دي لا بالعكس كل يوم لوحد أنا لغات النعاردة لسه بخاف لسه خايف كأني مبتدي وكل ما ما بنطلع عن نجمية أو الجماهير العرية اللي بتحبينه بنخاف أكتر يا طرق إيه اللي حنقوله يا طرق إيه اللي حقدمه يا طرق إيه اللي حقدمه يا طرق إيه اللي حنبقى عند حصنا زال النوم يا طرق إيه اللي حيخيب أمنا يعني إحنا في قلق باستمرار يعني الطالب الجامعي مثل أو السنوية العامة مثل بيبدل يذكر طول السنة وبيروح يشوف لوحة الإعلانات هي لحظة يشوف امتى هينجح او زئد لكن احنا عندنا كل يوم لوحة الاعلانات حفلة الساعة عشر الصباح كل يوم نروح نشوف لوحة الاعلانات الساعة عشر الصباح هالوحد هينجح ولا مش هينجح يبقى احنا عايشين في رابكة على طول وده الفنان الاصيل هو حسن نور فعلا ماشي في خطوات حتى ما يجي بينتج تلاه بينتج فن وما بيبوسش الشباك وزي انا عمرو مبسيت لحاجة تسمع الشباك بعمل فن وبعدني يقولك ايه اما يسقط فيلم مثل مش لنور لاي واستاذ يقولك قص الجمهور ما فهموش ازاي الجمهور ما فهموش او فوق مشتوى الجماعية الجمهور بتاعنا وعيا ونصحة والفن السليم بيجيب اراد اكتر من اي فن مزبوط ده نور انا الفن السليم بيجيب فعلا اكتر من اي بيبقى تجاري اكتر وبيعيش اكتر وبيمد في حياة الفنان اكتر محددنا اديك السحة اعزينك انما ملك تحكي لنا ازاي جات كلمة ملك دي ازاي او من قال عديك ملك وجات ازاي وا ايه تطورها والناس سمعت كلام كتير ملك الترسو حال صح جات من ملك الترسو فأنا كنت في الجو يعني اللي كان الشعب أو القاعدة الشعبية بتاعت اللي بنت نفس عليها كانت نبعة من الترسو دا التنسي كان ودامة أساس فريد أه لو تنسي صار كنت في المدازة كنت دائما نقعد على الستيرجي عشان هشوف الفيلم كوي طيلا كان قريب فمن هنا جات مالك الترسو يعني فمن القاعدة من الشعب السينما الدرجة الثانية ثالثة اللي اتحرمنا منها الوقت يعني كنت اتلقى في سينما زينب كذا السينما في الحلمية كذا السينما في الشبراء في العباسية بالنسب تلبت جراشات وده من أخطأ مين فرائقة ملك الملكة الشاشة بها ملكة الشاشة وملكة الشاشة طبعا سيدة فاتن حمامة ما ما نقدرش نكر لن يجيد الزمن بمسلحة نور الشريف طبعا نور بيحب فن وانا يعني بقول اي كل فنان بيخلص لفنه الفن سيعطيه اكتر واحد اعطاءه كبير بشيء اعطاءه بشاء الله انا عايز اقول حاجة بس ارجو انهم انا عاوز اهوة كده لو سمعت عاوز اهوة انا مزبوط انا مبارح طالب اهوة ريحة انا مبارح الله مبارح استاذ الله عزيزي والله والله وحياتولاد انا مش رد على استاذ فريد شوق يعني في الكلام فريد شوق مسأل اعلى لنا كلنا وأنا أسف نقول فريد شوقي بدون أستاذ الأيول أو الملك لأنه يعني بقى هو اسم فريد شوقي بقى رمز بالزبط فالأستاذ فريد هو مسألنا الأعلى كلنا لأن بالإضافة الكاملة قال الأستاذ فريد فيه ممثلين لعمر محدد يعني ينجح لعمر محدد وما يتقدم بي السن يبتدي ينهار داخليا فما يدرش يستمر الفنان الحقيقي هو فنان لكل العصور ولكل الأزمان ولكل الأعمار فالفنان إذا فشلوا عمل أو اثنين ده مش معناها نهاية العالم نهائي يعني الأستاذ فريد في قمة نجاحه المنتجين يروحوا محاصرينه عشان يكسبوا من وراه ويقدمونه نفس الدور لمدة سنتين ثلاثة واربعمل لحد ما يستهلكوه في هذا الدور له لأنه هو فنان حقيقي جواه وبفلوسه بينتج الصورة الجديدة اللي يقدم نفسه بيها ما كانش يستمر فريد شاوي الوقت ده كل ففعلا فريد شاوي هو مسألة الأعلى وأعتقد مسألة كل جيلي والأجيال اللي جاية في حبه للفن والالتزام والإصرار على أنه يبقى أفلامه مرتبطة بالمكتابع المتاع وإصرارية نجومية طبعا لأن في أفلام كتير لأستاذ فريد ده غيارة قوانين يعني فيه جونا جديد كلمة شرف وجعلونا مجرمين مجعلونا مجرمين ده أفلام فكرته هو هو اللي كاتبها غيرت قوانين غيرت قوانين فعلا يعني بعد كلمة شرف صراحوا بزيارة المساجين إن يقضوا أجازة ساعة بعد كلمة شرف كلمة شرف السيدة اللي يرحمه ممدوح سلم وزير الداخلية قلت أنا نور في الفيلم كان نور زغل نون بس بسطله كده هتبقى حاجة مهمة فكره نور والعزيز اللي كان نور والنور طبعا برضو من غير قبل لأننا إحنا تقليبا شبينا مع بعض يعني فجال الموسيقى أنا وإنت بزيك ما في الشك وهو برضو كان في أول حياته باب اللوء أيوة باب اللوء سينا فبقول الفنان وبردو نفس المجال في المجال الموسيقى أو في المجال الهونية أو في المجال السينما أو تمثيل نفس الشيء في فنان بتبقى علامته بعمل معين ينجح به ومدى يزول أو يزول هذا العمل بيفشل أو يزوب مع الفنان وفي فنان بيبقى شهرته بإنه فنان اتهموا مثلا الأخ علي حميدة مرة قال لك إن ده فنجم الهونية يعني بيسموه إنه علي علي لولاك مثلا زهرة يعني نجاحه أنا بقول لا إن شاء الله أكيد إنه برضو هو حاجة يعني بيوصل للناس ماكي شك إنه بيشل قونية بس دي الوحيدة طبع لو ما عملش حاجة تانية أو ماوصلش للناس عن طريق أي حاجة تانية يبقى إذا فعلا زي ما اتهم يبقى هو صدق على كلام الناس أو بعض الناس يعني برضو نفس الشيء في التمثيل أنا بقول إن التمثيل برضو إنه ممكن جدا النجم ينجح لفيلم واحد وبعد ذلك ما تلاقووش مفيه فيلم واحد مغرج الفيلم الواحد بالضغط أو مغني الأغنية الواحدة أو هكاسب نفس المجال هسمعكم لولاكي زمان بقى تتقلت زي لو حبيت أغنيها زمان لولاكي لولاكي ما أحبي لولاكي لولاكي ما أغني للشمس تطلق لا 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 بدر السماع للقلب يعشك لا 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 لي يا عزيز غاني للشمس تطلق لا 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 بدر السماع للقلب يعشك لا 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 لي يا عزيز غاني انت الهواء والشوق والعشق والمعشوق ليكي أنا غنيت ليكي أنا غنيت لولاكي لو زمان بكنا بوناسبة هاني مبارحة كنا بنقش الحلقة اللي فاتت برضو قضية بلوكي 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 شكرا